وقامت الهيئة الوطنية والانتخابات بداءة بتنقيح جداول الناخبين وفقاً لقاعدة بيانات الرقم القومي وحسف الممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية منها وتسهيل إجراءات انتخابات الوفدين في غير المحافظات التي تتبعها بحل إقامتهم وذلك بتمكينهم من الإدلاق بأصواتهم في إحدى اللجان القريبة من مكان تواجدهم خلال أيام الاقتراع بعد إبداء رغباتهم في مكاتب التوثيق والشهر العقاري والمحاكم الابتدائية ومن أجل مزيد من التأسير وحثاً للمواطنين على الانتخاب فقد أوفدت الهيئة الوطنية الانتخاب خضاة إلى أماكن المشروعات القومية العملاقة التي بها عدد كبير من العاملين لتسجيل طلباتهم في الإدلاق بأصواتهم في غير المحافظات التي يوجد بها محل إقامتهم كما قامت الهيئة الوطنية الانتخابات بوضع ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية وضوابط للدعاية الانتخابية وأخرى لاستطلاعات الرأي وتناولها إعلامياً وضوابط للتمويل والإنفاق الانتخابي وضوابط لمتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات وشكلت الهيئة لجنة لتلقي وفحص الشكاوي التي ترد الهيئة ولجاناً لمتابعة سير الانتخابات بكل محافظة ورصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية الانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة وقمنا بعقد دورات وندوات تثقيفية وبث العديد من المواد الإعلانية في وسائر الإعلام المسموعة والمرئية وعبر الإنترنت لتوعية الناخبين بحقهم السياسية وبأهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية وحثوم على المشاركة فيها وعقدنا دورات تدريبية للقضاء المشرفين على الانتخابات الرئاسية لتدريبهم على كيفية الاطلاع بمهمهم في الإشراف على عملية الاقتراع والفرز وأصدرنا كتيبات تفصيلية لهم بتلك الإجراءات وعقدنا ندوة للصحفيين لتوعيتهم بضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية في حب رحاب الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة الوطنية للصحافة وندوات أخرى لحث المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في رحاب المجلس القومي للمرأة وكنا على تواصل دائم مع كافة الجهات المعنية بالدولة لمعاونة الهيئة في آدائها لعملها وحقا لمسنا من كل الجهات في الدولة تعاونا تاما ورغبة أكيدا في أن تخرج الانتخابات الرئاسية في أبهى صورة الله وذلك بعد أن وضعنا جدولاً زمنياً مفصلاً بكافة إجراءات الانتخابات الرئاسية وعملنا على زيادة عدد أيام الاقتراع لتكون على مدار ستة أيام ثلاثة منها للإقتراع خارج مصر وثلاثة منها للإقتراع في الداخل وعملنا على زيادة عدد ساعات الاقتراع في اليوم لتصل إلى 12 ساعة يومياً كحد أدنى وعملنا على زيادة عدد المقار الانتخابية في الداخل والخارج عندي قبل إذ بلغ عدد اللجان الفرعية في الداخل عدد 13706 لجنة واللجان العامة عدد 367 لجنة ولجان المتابعة عدد 38 لجنة ولجان الحفظ عدد 367 لجنة وبلغ عدد القدار المشرفين على العملية الانتخابية في كافة اللجان عدد 18808 قادم وعدد أمناء اللجان في كافة اللجان السابقة عدد 124 ألف أمين لجنة ولم يكن ممكن لنا كهيئة وطنية الانتخابات اتخاذ كل تلك الإجراءات غير المسبوقة إلا بجهد مخلص وعمل جماعي دقوب متواصل على مدار ساعات وأيام أشر من زملاء أعضاء مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وموظفيها ومهندسيها والعاملين فيها والذين لهم مني جميعا كل الشكر والتقدير على ما بادلوه من جهد وتحملوه من مشاق من أجل أن تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي خرجت عليها